شاركت مصر في أعمال الشق الوزري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى والمعنى بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة بنيورك والمنعقد تحت شعار تسريع التعافي من فيروس كورونا وتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات هذا وأكدت هل سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي ألقت كلمة مصر أكدت الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما تصق مع رؤية 2030 وأشارت إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء المحافظات وفي البند الخاص بالمياه أكدت السعيد أن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم إلا أن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030 أبرزت هلا سعيد الكلمة أن تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظراً لموقع مصر الجغرافي كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائية الوحيد لها من خارج حدودها مما تطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاوننا فعالاً في مجال موارد المياه العابرة للحدود وفقاً للقانون الدولية